أستاذة شيماء تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا حضرتك الشيخ نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله يا ربنا يبارك في حضرتك ويخليك لينا يا رب الله يعز حضرتك ويبارك فيك ربنا يخليك يا حضرتك أنا حضرتك أنا كلمت حضرتك من فترة كده وحكيت لحضرتك وحضرتك بعثت رسالة لجوزي بس حضرتك قلت لي شوفي وكلمي معي أنا بعد طلوف وجيت لقيته عاملين هدومي مزاد وباعوا كل حاجة من حاجتي وامو قالت ملهاش حاجة عندي اشتكتوا خليها تشتكوا وملهاش عندنا حاجة عملت نفقة لبنتي قالت حتى النفقة مش هتاخد بقالوا سنتين ما يعرفش حاجة عن بنتي ولا حتى طرحة من حاجتي بعته هالي لأ ما هو ده إذا كانوا هم أخدوا حاجتك فده أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل ده يفتح أبواب نزع البركة ويفتح أبواب الضيق والحرج على الناس الناس ما تستهنش بأن هي يعني أن هي تأكل أموال الناس إذا كان هو ما بيدلكيش نفق إذا كنت لسه ما زلت زوجته زي ما حضرتك بتقولي فهو واجب عليه أنه ينفق عليك وواجب عليه أنه ينفق كمان على بنته فإذا كان هو ده ما بيعملش كده فهو واقع في أشد أنواع الظلم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول أنت ما زلت فيه كان فيه وما زل وواجب عليك أنه يرعاك واللي هو بيعمله ده واتما يجس شرعا واللي بيعمله ده يجعله يقع في الكبائر وعشان كده لازم يتقل الله سبحانه وتعالى هو ده بقى اللي حسنا نتكلم عليه المنزعة والصراع ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخصر التاني حتى لو والدته وهي متصورة إن هي كده بتنفعه فهي مش بتنفعه والعزب الله هي بتعرضه للنار فلذلك لازم نتقل الله سبحانه وتعالى طبعا نتكلم ده وفيه حاجة مهمة جدا لازم وإحنا بنفتي على الهوى لازم نرعي مسألة إذا كاننا بنتكلم في مسألة فيها نزاع زواجي أو فيها خلاف زواجي وإحنا محتاجين علاج زواجي أو إصلاح زواجي لازم نقول برضو اللي بيكلمنا لازم يراجع نفسه ويقول هو كان إيه اللي منه غلط وصلنا للحالة اللي إحنا فيها دي لأن بعض الأحيين بيبقى المسألة مسدودة لغاية ما الشخص اللي هو كان شايف إنه هو عنده كل الحق وهو من حقه إنه هو يعمل كل ده لما بيغيره وجهت نظره ويقول كلمة واحدة بس ممكن المسألة تنفك وتتغير ممكن إحنا في بعض الأحيين تشوفي أنت نصيبك إيه كان من المشكلة الزوجية اللي حصلت بينكم وده شيء مهم جداً إنه إحنا نعمله أنا قلت لزوجك إن الكلام ده فيه ظلم وإن الظلم دوت ولا عايزه بالله من الكبائر وإن دوت حرام وإن أكل الأموال الناس بالباطل ده حرام لكن في نفس الوقت أنا بدعوكي إن أنت تشوفي إيه اللي كان منك ممكن وصلنا للحالة اللي إحنا فيها دي وبقوله كل الأزواج محدش يستغرب اللي أنا بقوله ده إحنا عندنا قانون ربنا حطوا في الحياة كده إنه ما فيش مشكلة زوجية سببها طرف واحد الطرفين دايماً بيبقوا سبب آه ممكن واحد يبقى عنده نسبة 80% 71% إحنا مش جايين نشوف من الشطر ومن البليد إحنا عندنا مشكلة زوجية عايزين حياتنا تستمر وعشان كده لازم نبص للحياتنا الزوجية بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر